ما حكم الاغتسال بالماء المقروء فيه يا شيخ عبدالله؟ يجوز للإنسان أن يغتسل في الماء المقروء به وأن يغسل حتى عورته لكن ينظف المكان الذي به يعني إذا الرجل أو المرأة أراد أن يستعمل الماء المقروء فيه في غسل العورة مثل عنده فيها حساسية شديدة أو عنده فيها كذا فإنه ينظفها ثم يغسل به فهو يجوز أن يغسل جميع بدنه بالماء المقروء فيه سواء كان معه السدر أو ليس معه السدر هذا رجم واحد رجم اثنين هل يجوز أن يغتسل بالماء المقروء فيه دورة المياه؟ نحن نعرف الآن ما عندنا اللي أشتج هذا عند الناس الآن غالبية المدن الآن مثل جدة والرياض أغلب الناس يشتج فهل يجوز أن يغسل بالماء المقروف فيه دورة المياه؟ نعم يجوز أن يغسل لأن القراءة تبقى على جسدك صحيح